هنا القاهرة عاصمة الخبر وصباح جديد وحلقة جديدة مليئة بالفقرات المتنوعة في كل المجالات من بلدان مختلفة ومع بداية الشهر الكريم كل سنة وحضركم طيبين يأتي موسم رمضاني قوي بمسلسلات ثرية بالقضايا المهمة الدراما هي تصوير الحياة أو الشخصية سرد القصة عادة ما تنطوي على العواطف من خلال الحدث والحوار الدراما وخصوصا الرمضانية هي الشخصيات والقصص اللي بتحبر عن الناس بتعيش معانا لسنوات نتأثر بها ونتعلق بكل تفاصيل المسلسلات والقصص من أول أيام رمضان تصدرت الدراما المصرية المشهد بقوة فالقوة الناعمة هي سلاح مصر الأول منذ عشرات السنوات وكما تبعنا تصدر العديد من المسلسلات المصرية ترند واستطاعت أنها تجذب المشاهد العربي بداية من نزول التترات بأصوات غنائية مميزة جدا والكثير من التترات والأغاني عملت ترند واستطاعت أن يكون فيه نسب مشاهدة واستماع كبيرة جدا أحداث سريعة في الحلقات الأولى وسط تنوع بين الموضوعات المطروحة تبعنا التاريخي رسالة الإمام للنجم خالد نبوي وسر الباتع لمجموعة كبيرة من الفنانين وهناك أعمال تناولت برضو حقب زمنية مختلفة مثل سوق الكنتو للنجم أمير كرارا وميعز الدين وأعمال كوميدية كالكبير أوي أحمد مكي وحمد الله على السلامة ألف حمد الله على السلامة للفنانة الكبيرة يسرى والسفارة وطبعا أحمد أمين وأيضا كان هناك أعمال اجتماعية جميلة لريهام حجاج ومذاكرات زوج لطرق لطفي علاقة مشروع لنجم ياسر جلال وبالطبع قضايا للمرأة والتي كانت حاضرة بقوة في مسلسل حضرة العمدة روبي طبعا عندنا الدراما السعادية أيضا هناك مسلسلات مسلسل عملة ندرة لنيلي كريم وأيضا ممثل السوري جمال سلمان وعلى ذكرى الدراما السعادية هناك شخصية العمدة أيضا في مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان شهدت هذه الأعمال مشاركة واسعة من نغبة من الفنانين المصريين والعرب وتصدر كتير من أسامي هذه الأعمال وأسامي ممثلين بينهم الترند والمشهد في العالم العربي ترجمة نانسي قنقم